من جهة أخرى عقدت هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والمجلس الأعلى لطاقة في دبي مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر وأكد المؤتمر استعداد دولة الإمارات التام من خلال بنيتها التحتية المتكاملة لعقد القمة كما أكد أن الإمارات تشكل منصة عالمية في مجال التغير المناخي وأنموذجا في مجال إنتاج الطاقة النظيفة وتركز القمة على أربعة محاور مهمة هي الطاقة والأمن الغذائي والتمويل الأخضر وفئة الشباب اليوم العالم يعيش في تغريبا متغيرات كثيرة ونحن شفنا اليوم الدول الأوروبية رجعت إلى الخلف في مجال الطاقة واستخدام طبعا الفحم في مجال إنتاج الطاقة واستخدام كذلك المحطات النووية القديمة وهناك تداعيات كثيرة وخاصة ازدياد أسعار الطاقة وتحديات حقيقة يجب الوقوف عندها ودراسة هذه المواضيع من خبراء عالميين ووزراء متخصصين في هذا المجال والبنية التحدية مكتملة 100% لإستعدادة موجودة وتجربة الإمارات الإمارات منصة تعتبر عالميا خاصة في مجال التغيير المناخي منصة وحقيقة نموذج في مجال إنتاج الطاقة النظيفة موسيقى